تشهد محافظة ذيقار بالآوينة الأخيرة كثرة العواصف الرملية والغبار الذي بات يشكل خطرا كبيرا على المواطنين المحافظة تحيط بها صحراء من كل جوانب ناهيك عن انعدام الزراعة فيها والتجريف الحاصل لبساتينها وأراضيها الزراعية مما جعلها أكثر عرضة لانتشار الأتربة فيها التي تسبب في بعض الأحيان انعدام الرؤية طبعا تداعيات حركة الكثبان الرملية والعواصف الغبارية تسجل محافظة ذيقار أعلى تكرارات العواصف الغبارية في جميع محطات العراق وأيضا أجزم أن هذه المحطة تسجل أعلى تكرارات الغبار على مستوى الإقليمي أيضا تداعيات العواصف الغبارية لها تداعيات كبيرة على صحة وسلامة الإنسان على أمراض الجهاز التنفس وهذا واضح جدا من خلال استطلاع بسيط إلى مستشفيات محافظة ذيقار نرى أن حالات الاختناق وحالات أمراض الربوهية في تصاعد المواطنون شكوا عدم إيجاد الحلول واستغلال الحزام الأخضر الذي يحيط بالمحافظة وتعطيل هذا المشروع للستراتيجي الذي يمكن أن يساهم في رفع معاناتهم حيث انتشار الأمراض التنفسية والمزمنة بين الأهالي فيما حذروا من أن موسم الصيف سيكون قاسيا عليهم مع الإهمان الذي يلاقونه من الجهات المعنية مدينة الناصرية جاء نشوف تختلف عن باقي المدن بسبب أثناء العواصف الترابية التي جاءت تصير تأثر تأثير جدا كبير على أبناء مدينة الناصرية تسبب حالات اختناق يعني حلول موجودة كثيرة تخلص أهالي المدينة من الأتربة من حالات الاختناق اللي هو الحزام الأخضر احنا اليوم بالمحافظة نعاني من نقص في المستشفيات بالكوادر الطبية بأجهزة التنفس اللي تستعين بيها المرضى بسبب الأتربة اليوم احنا بعواءنا جاي نعيش هاي المعانات فالأجهزة اللي نجيبها بالبيت اللي نقدر نشتريها غالية المستشفيات بهذه الأيام بالضبط من الصير الأتربة بالمحافظة تنميلي عبارة عن ناس تريد أوكسجين والوضع يعني أشبه بأزمة كورونا لا يكاد أن يخلو يوما في محافظة ذيقار من هذه الأجواء نتيجة انتشار الأتربة والغبار داخل مدن المحافظة دون أي حلول تذكر من قبل الجهات المعنية لقناة التغيير الفضائية سلام السرهيد ذيقار